ماتش النهاردة ماتش مهم جدا 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 كعادة مباراة الاهلي واحنا بنلعب على الامل الاخير النهاردة لو لو قلنا نسبة حظوظك يعني ما تتعداش العشرة او عشرين في المية المهم ان انت حتى لقدر الله لو خسرت فيش مشكلة ابدا لو خسرت ما فيش مشكلة ابدا نادي الاهلي اللي ما بيخسر بطولة بيكسب قدامها عشر بطولات وزي ما قلنا الاستوديوهات اللي فاتت اللعيبة دي يعني استحمله اللي ما استحملوش الحجر اللعيبة دي السنة دي امتعتنا كتير جدا اسعادتنا كتير جدا وقلنا التلات ماتشات الاخيرة دي بغض النظر عن اللي هيخد البطولة دي احتفالية اللعيبة دي لان احنا ما كناش بنلحق بنلحق نفرح بالبطولات احنا يا دوبك ناخد بطولة النهاردة يا جماعة نقول نبص بقى البطولة اللي جاية بكرة علشان نجيبها بطولة الاسبوع الجاي علشان نجيبها نجيب البطولة اللي بعدها نخش في البطولة التالتة خش بطولة الرابعة الفترة دي فترة الاحتفالية بالفريق ده احنا ما نحنناش نفرح لا بكاس مصر ولا دول السنة اللي فادت ولا سوبر افريقي ولا افريقيا مرتين ده كفاية افريقيا مرتين يبقى الفترة دي احتفالية للعيبة دي احتفالية للجهاز الفن احتفالية للمنظومة ككل احتفالية الجمهور النادي الاهلي الداعم والسند الرئيسي والأساسي في الانتصارات اللي حققها لعيبة النادي الأهل فترة دي احتفالية اللعيبة دي تعبت اللعيبة دي ضحت بحاجات كتير جدا وضع طبيعي في الكرة انت دخلت خمس بطولات في توقيتات قريبة جدا جدا من بعض فيه أخطاء؟ آه فيه أخطاء فيه أخطاء فنية؟ آه فيه أخطاء فنية احنا زعلانين من بعض الأخطاء دي اللي حصلت في بعض المباريات وخسرتنا بعض النقاط آه زعلانين ومن حقك ولكن احنا بنتعلم بقى من الأخطاء دي النادي الأهلي بنتعلم من الأخطاء دي إنما لما يكون فيه حاجات إيجابية لازم نتكلم فيها ما فيه حاجة سلبية عادي انت دخلت خمس ست بطولات في عشر شهور في تسع شهور نسبة تركيزك في كل البطولات من زي بعض انت تركيزك في الخمس ست بطولات الأولينين خلاص خد نسبة تركيزة عالية جدا جدا برغم وجود الأخطاء مش عايز أنكر إن فيه أخطاء فيه أخطاء طبعا أكيد إنما نسبة التركيز عندك في الخمس ست بطولات الأولينية خدت منك نسبة عالية جدا 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 من تركيزك خد نسبة مجهود بدني وزهني عالي جدا جدا بالتأكيد بالتأكيد في واحدة منهم هتوي أو في واحدة منهم مش هتيجي ممكن ما تجيش ممكن ومازال الأمل موجود ومازال الأمل موجود قبل المبارة احنا بنتكلم قبل المبارة ما نعرفش إيه اللي هيحصل كمان ساعتين ولا كمان ثلاث ساعين إنما إحنا بنتكلم على سنة من أحسن السنوات اللي مرت على النادي الأهلي حصد البطولات فترة بسيطة جدا 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 مش عايزين يعني آه زعلانين في أخطاء بس مش عايزين الجيل اللي جاب البطولات ديت نقصه عليه عشان بطولة الله أعلم اللي هيحصل لقدر الله لو البطولة ضاعت مش عايزين نقصه عليه لأن دول فرحونا فرحونا من شهر أغسطس اللي فات لحد وقتنا هذا في خمس ست بطولات فاللي حصل عادي اللي حصل فيه أخطاء معترفين إن فيه أخطاء هنتعلم من أخطاءنا أكيد وده بيحصل في النادي الأهلي على طول الخسارة لقدر الله لو حصلت عمرها ما بتكون النهاية بل على العكس هي دايماً البداية عندنا ليه؟ لأن إحنا مش متعودين على الخسارة إحنا مش متعودين على الخسارة إنما التاريخ بيقول إيه؟ التاريخ بيقول النادي الأهلي بيكسب بطولات النادي الأهلي بيحطم أرقام قياسية النادي الأهلي بيطلع عن بطولة بيكسب بطولة النادي الأهلي ما بيبرحش ببطولة وينام عليها ده مش النادي الأهلي إنما النادي الأهلي لما بيخسر بطولة بيعرف يرجع إزاي؟ هو ده البطل هو ده البطل وكله بسواعد ولاد الأهلي وكله بمساندة جماهير النادي الأهلي العظيمة وكل بطولات الأهلي على مدى التاريخ ملهاش نهاية كل بطولات الأهلي ملهاش نهاية خالص والكلام ده حضراتكم عارفينه أكتر مني أنا النادي الأهلي أنا النادي البطولات أنا منصات التتويج أنا الأرقام القياسية أنا مرعب أفريقيا الفوز والخسارة ده شيء ورد جداً في عالم كرة القدم ما احنا عارفينه طبعاً إنما مسيرة النادي الأهلي ما بتتوقفش أبداً بخسارة مباراة أو خسارة لقب الأهلي عندهم حطات كتير جداً جاية وبطولات كتيرة جداً جداً جاية الفترة اللي جاية يمكن من السنة اللي فاتت حتى وقتنا هذا لسه ما تلعبش الكاس السوبر المصري اللي هو بين الأهلي وطلاق على الجيش حد لوقتي ما تلعبش دي بطولة لسه النادي الأهلي حيلعبها لسه فيه أمل حتى الآن حسابياً لسه فيه أمل في الدوري عندنا بعد كده السوبر مصري اللي احنا بتتكلم عليه من السنة الفاتحة عندنا السوبر الإفريقي كلها بطولات مهمة كلها بطولات أهم من بعض بطولة الدوري هي فعلاً لقب غالي جداً 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 وعزيزة على جمهورنا بطولة الدوري بتبحث عن النادي الأهلي يعني في المواسم القليلة اللي النادي الأهلي يخسرها يمكن الدرع كان بيبقى زعلان الدرع ما بيستحملش يبقى سنة بعيدة عن النادي الأهلي تحس إن الدرع بيبكي لما بيبعد عن النادي الأهلي سنة ويعايز يرجع فدي مواقف حصلت لنا ومرت بينا وجمهور النادي الأهلي ما بيبساش آه الموسم اللي احنا فيه دو فيه صعوبات كتير جداً 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 ولكن الجيل ده أو الرجالة دي بتاعت النادي الأهلي تقريباً خدت كل حاجة لما بطولة يعني نسبة التركيز بقى قلت وعندك إجهاد وعندك إصابات وعندك غيابات بطولة ممكن هي حتى الآن ما زالت بطولة في الملعب لكن لو في بطولة يعني راحت منك خلاص ما فيش مشكلة انت كسبان قبلها خمس بطولات وهتكسب بعدها أكتر من بطولة إن شاء الله إنما نتعلم من أخطأنا أكيد هنتعلم من أخطأنا وده النادي اللي هي وده البطل خلي بالكم دي مش وقعة اللي أنا بتكلم عليه ده مش وقعة تقولي بقى الناس اللي بتقولك البطل لما يقع يوم هو فين البطل لما يقع هو فين البطل لما وقع احنا ما وقعناش احنا بنحارب في ظروف صعبة جداً 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 اتظلمنا كتير جداً 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 السنة دي اتضغطنا كتير جداً 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 السنة دي ومع ذلك سنة من أعظم وأحسن السنوات في الإنجازات وفتحية الأرقام القياسية للنادي الأهل